أخبار اليوم كما دائماً صادقين بالفوت والفنانين اللي دائماً بيختاروهم طبعاً ده اللي يكسب دائماً من فوت الجمهور والمقاييس المعينة بتاعتهم لكن أنا مع الأسف زعلانة إنه تامر عشور السنين دي هو كسب كأحسن مطرب شاب ومع الأسف هو دخل في خلاف مع إدارة المهرجان إنه هو كان عايز يطلع المطرب الشاب دي هم درجات فيه درجة أولى والتانية فأول درجة المفودي بأعمل ثلاث ألبومات ودرجة تانية عمل أكتر من ثلاث ألبومات فهو شكك في نتيجة السنية بتاعت الحفل ومع الأسف هم هيحجبوا إعلان النتيجة بتاعته ويبعطها له للبيت فأنا بقوله يا تامر انت استعجلت كل سنة وليها طعمها وحلوتها وهو ده فوت للجمهور وده الشروط بتاعت الحفل فهو مع الأسف تامر دخل في خلاف معاهم الميمة معروفة إنها بنزاهتها وإن فيه فنانين كتير بتقبل عليها شكوا ده هل نتيجة إن هو مكسبش السنة دي أو خد درجة لا لا هو خد أحسن مطرف شاب هو أخد أحسن مطرف شاب لكن درجة الأولى يعني أقلي من ثلاث ألبومات بزبط كده إن هو عمل ثلاث ألبومات لكن في درجة بعديها اللي بيعمل فيه ما فوق زي تامر حسني فهو عايز يتساوى زي العمل أكتر من ثلاث ألبومات وهما ما لهمش دعوة هو ليه دعوة بالشغل اللي عمله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر